أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد أقل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أردادا فهي إلى اللذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلقهم سدا فعرشيناهم سدا فعرشيناهم فهم لا ينسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدقهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن من خيب فبشروا بمغفرة وأجر كئيم إنا نحن نقل الموتى ونكتب ما قده وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم نرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنته لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا حوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه مرجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يرد للرحمن إن يرد للرحمن بطر لا تهد عني شفاعتم شيئا ولا يوقفون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون غير دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من تند من السماء من تند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا مقامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهدكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مفضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها ووخرجنا منها أبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناء وفجرنا فيها إلى المن ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له ذو الليل نسخ منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عديد والقمر قدرناه منازل حتى عادة الركود القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ثابتنها وكل كيف التي يستطيعون وآية لهم أننا عملنا ندريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأتوا غرقهم فلا صريح لهم ولا هنقضون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا للذين آمنوا ونطعموا إلا أنتم إلا في طلال مكين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصبون فلا يستطيعون كوصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور بيذاهم من اللجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ريلنا من بعثنا من مردنا ماذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخطرون فاليوم لا تهدم لكم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعمدون إن أصحاب الجنة اليوم في شر فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكرة ولهم ما يتعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم قهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدق مكين وألي عددوني على سرعة مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقدون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصدرواها اليوم بما كنتم تكترون أن لهم نختم على أخراههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استقاموا فما استقاموا ضيجا ولا يرجعون ومن نعمده لنكس في الخلق أفلا يعقدون وما علمناه السعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مكين لينذر من كان أيا ويعط القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم بما عملت أيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ربوهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم كنتم مضطرون فلا يكتنق قولهم إنا نعلم ما يسردون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطبة فإذا هو خصيم مكين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العطام وهي رحيم قل يحييها الذي أنسأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاف العليم إنما أمه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسرهان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الإنترس ترجمة نانسي قنقر